هي عادتنا ولا نشتريها طول عمرنا الحقيقة في تصفيات كاس العالم بالذات مش عارف ليه يعني في أمم أفريقيا دايما وانت داخل أي بطولة أمم أفريقيا كالمنتخب كويس كالمنتخب وحش حاسس انك ممكن تنافس يعني ممكن توصل انك انت تحقق اللقاء بقى وعلى قالتها عن مشوار كويس لكن دايما في تصفيات كاس العالم مش عارف ليه احنا معاعدين على نفسنا ودايما فيه مطشاط في كل تصفيات تبقى شيء الهمها وحسب حساباتها تبقى مرة مع تونس تبقى مرة مع الجزائر تبقى مرة على السنغال فيبقى منطقي انك تشيلها معها وتحسب حساباتها وتقول هنعدي ولا مش هنعدي لكن المرة دي مع ليبيا مع كامل التقدير والاحترام طبعا على الشقاء في ليبيا ده شيء يحسب ليهم ان هم وصلوا وحطوا نفسهم في المكانة دي ومش عارف ده يعني تحسن لمستوى ليبيا ولا تراجع لمستوى مصر كان الله في عون المنتخب والجهاز الفني واللعبين وقبل منهم الحقيقة الجمهور عاملين حساب لليبيا قوي ولا مفترض ان احنا نتعامل من موقف التاريخ والبطولات والرصيد ده هيكون سؤالي الاول اللي ضفنا النهاردة في سادسة كابتن محمد حشيش اللي بيشرفنا وينورنا ازاك يا محمد هو المفروض ان احنا واحنا راحين نلعب ليبيا الراح جاي نبقى القلين قوي كده وخايفين قوي كده وحسبين الحسابات ولا طبيعي جدا انه مصر تقدر تكسب المباراتين رايح جاي شوف يعني يعني بطبيعة الحال ووضع مصر وبتاريخ مصر والاهم من ده كله اللعيبة اللي موجودين ايا كان اللي موجودين في المنتخب الحالي المفروض ان مصر ما تخافش من اي فرقة اي فرقة دي كبيرة شواء لا والله صدقني مش كبيرة بس احنا اللي حطينا نفسنا في الحتة دي يعني احنا اللي وصلنا نفسنا للحتة دي احنا مشكلتنا كمان دلوقتي ان انت لو تلاحظ احنا بديجي مع الفرق القليلة هي اللي بتعصلك معنا وهي اللي بتحطنا في موقف صعبة لايبيري عملتها معنا قبل كده مرة اكتر من مرة في اكتر من تصفيات احنا احنا دخلنا كاس العالم كم مرة هم تلات مرات انا شفت مرتين بس بالزبط كده انا شوفت تالتة دي فاحنا حطينا نفسنا في المجموعة اللعيبة اللي موجودين الدور المصري القوي اللي موجود المفروض انه انه ان منتخب مصر يبقى على مستوى عالي دلوقتي في لعيبة كمان عندنا محترفة كتير غير الاول يعني الاول كان يمكن واحد بالكتير اول اللي يكون موجود وبرضه ملوش التأثير برا الكبير دلوقتي عندنا لعيبة محترفة كتير وعلى رسوم طبعا محمد صلاح كفاية وجود محمد صلاح في المنتخب المصري لان الناس بتقول كفاية وجود محمد صلاح في ليفربول فما بالك بقى احنا عندنا في منتخب مصر اللي بيقابل فرق في مجموعة زي ليبيا وانجولا والجابون انا شايف ان احنا مضخمين الموضوع شوية بالنسبة لمباراة ليبيا طيب خليني قبل ما اكمل كلام اقول برضو لجمهور السادسة انه اسئلتنا او سؤالنا على السوشال ميديا اسأل كابتن محمد حشيش على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام واحنا منعش اسئلة زي ناس تانيين كل اسئلتكم هنوصلها لكابتن محمد ونحاول ان احنا نجاوب عليها اللي زاد من القلق والتخوف من الجمهور هي فكرة الاسماء يعني استبعاد اسماء بعينها انضمام اسماء ما كانتش متوقعة انها تكون مع منتخب مصر في المرحلة دي فده شوية خلي الناس تحط علامات استفهام هو انت جاي تصلح وجاي توصلنا كاس العالم ولا انت جاي لست تجرب فينا على اي اساس تستبعاد اسماء زي شريف وقفشة من نادي الاهلي مصطفى فتحي احمد سمير من السموحة والطلايع يعني الحاجات دي بالنسبة للناس زودت شوية من قلقها على المطشين بص يعني طبعا اي مدير فني في الدنيا بيبقى له قناعات بناس معينة صحيح الموضوع يعني زيادة شوية لان انت بتتكلم على لعيبة كانت من احسن اللعيبة اداءا وسلوكا وفنيات واهداف في خلال الموسم اللي فات كله نظبوط يعني هنتكلم على افشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي يعني فعلا بالتحديد التلاتة دول عاملين موسم غير عادي انما برضو احنا مش هنخش في الجزئية بتاعة الاختيار لان زي بقول قناعات المدير الفني واعتقد قناعاته دي خاصة بالمباراتين دول بس مش بوجودهم من عدمه في المنتخب لان يعني انا اعتقد ان دي حاجة دي مفروغ منها خلاص دي ان شاء الله مكملين هو اختارهم فحطهم في قائمة القائمة المبدئية بتاعة بطولة الاجتساء ولازم ويقول لا يبقى في حاجة غلط انما احنا هنعدي المرحلة دي وحنوقف شوية التساؤلات لغاية ما نعدي المباراتين دي ما نشوف مستني ايه كابتن محمد بن كارلوس كيروش يعني كنت بقول لبداية الحلقة ينفيش مدير فني في الدنيا مهما كان يعني عبقري يعني ومهما كان سوبر يجي في فترة ولا يلا يحط يشقل بحال فرقة من حل حال زي ما بقول بس بالتأكيد انت مستني منه تشوف حاجة في مواطش ليبيا الاولاني على الاقل انا مستني من السي في بتاعته الكبيرة جدا من خبراته الكبيرة من مباراة مع فرقة يعني احترمنا الكامل لها بس فرقة متواضعة فراجنا عليها احنا من خلال المواطشات اللي فاتت فرقة متواضعة مفهاش النجوم اللي بتعمل الفارق فوجود الراجل ده بالسي في بتاعته بخبراته الكبيرة في المنتخبات معقلات المنتخبات قبل كده المفروض ان انا يعني انا انا بقول المفروض مصر ان شاء الله باذن الله الستة بنت في الموارتين اللي جايين على بكلم طبعا وبابني رأيي على مستوى فرقة ليبيا خلال الموارت اللي اتفرجنا عليها شايف ان منتخب مصر وصل نفسه للحالة دي او للترتيب ده لان كان فيه ظروف معينة وكان فيه بعض التخازل وما كانش فيه اهتمام للبدايات ادى لكده انما انتخب مصر لو فحلته بمجموعة اللعيب ايا كانت مجموعة اللعيب اللي موجودة كلهم بصراحة على مستوى عالي المفروض ان احنا نكسب ان شاء الله ليبيا هنا وهناك ده الوضع الطبيعي منه متنساش ان هو برضو معه جهاز فني مصري على دراية كاملة باللعيبة واعتقد ان هم هكلهم دور كبير في المطشين الجيين بالنسبة لللعيبة ويعني ومعرفة كروش باللعيبة من خلال طبعا الجهاز الفني المعاوني تسمح لي اخد من كلام الراجل نفسه اللي قال لما تفرج طبعا هو كانش متابع اكيد كرة مصرية ولا اللاعبين المصرين ولا الاندال المصرية بس يعني لما تفرج على مطشاط المنتخب في الفترة الاخيرة قال انا اول ملاحظاته انه حس ان المنتخب المصري ما عندهش شخصية او ما عندهش هوية هل منتظر انه يقدر يظهر شخصية المنتخب المصري في المطشين الجيين يعني طبعا هي صعبة لديق الوقت انه يقدر ينقل فكرو للعيبة في فترة الصغيرة دي بس على الاقل نحس انت عارف يعني كنا زمان نقول اي تغيير في اي مدرب بيجدد الدماء وبينشط والناس بتبقى كلها عندها حوافز انها تبقى موجودة في المنتخب وتدي اللي عندها هو طبعا المفروض اي لعب بيرتدي اتشارت مصر مش مستني مدرب جديد او تغيير في الجهاز عشان يزود الدوافع عنده ده منتخب مصر ده شرف كبير طبعا واي حد لازم يعني يبزل اقصى جهده في اي مباراة يلعبها واي ان كان الوقت اللي بلعبه بس على الاقل نشوف يعني تكتيج جديد طريقة جديدة طريقة لعب جديدة ريتم يتغير في الاداء لان انا شفت منتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا الريتم بطيء قوي واللعيبة ما عندهاش حلول ما كانش في حلول خلال فترة اللي فاتت الطريقة التشكيل هل تتوقع فيهم تغيير رؤيتك للتشكيل الانسب اللي مواجد في ظل اختيارات طبعا الاسماء اللي موجودة عندنا خلينا نسمع ده من كابتن محمد حشيش في السادسة بس بعد ما نروح لفصل ونرجع لحضراتكم على طول نرجع لكم على كابتن محمد حشيش ضفنا في السادسة مرة تانية وكان كلامنا قبل الفصل على طول على الطريقة والتشكيل الامثل اللي يواجه بيهم منتخب مصر لليبيا وخد بالك دايما وانت بتحط في حساباتك المواجهة انك انت محتاج على اقل تقدير على اقل تقدير اربع نقاط من اصل ستة ويا السلام لو جبت الستة تبقى ريحتنا وريحت جمهور الكرة المصرية على اقل في المرحلة الاولى من التصفيات مرة تانية براحب بك كابتن محمد يعني كنا نتكلم قبل الفصل انه مش منتظرين بصمة واضحة قوي من كيروش في المطشين دول لكن على اقل تقدير يعني مطالب انه يلعب بطريقة تأمن لنا زي ما اتفقنا كده وانحنا نتكلم في الفصل حد قدنا من النقاط احنا محتاجين اربع نقط على اقل من منتخب ليبيا عشان نستعيد صدارة المجموعة بصوا احنا عشان نحسبها نحسبها من يعني ايه نتكلم على المباراة الاولى وهي دي الاهم تمام ما تيجي المباراة التانية لان ما حتش عارف الاولى ممكن يحصل فيها ايه يعني والاولى ممكن يحصل فيها ايه كابتن محمد ان شاء الله يحصل فيها خير ونكسب بس اللي عايزين نحسه من اللعيبة اللعيبة كلها كبار وكلها خبرات حتى لو ما بنعبش بمدرب اساسا اللعيبة اللي بتعمل كل حاجة في الملعب اللعيبة دي اصحاب خبرات تلعب منتخب مصر عندها حلول هي نفس اللعيبة اللي كبتلعب ودهم عن جولة والجابونة الحوافز بقى مع انت مش لازم من انت تتحط في موقف صعب عشان تستنفر الهمم زي ما بيقولوا ده منتخب مصر مش نادي لسه دوري ونهارده اه بكرة دي مباراة حاسمة توصلك انت كلعيب انك يتخش كاس عالم يا ما تخشش في بعض اللعيبة ممكن ما تلحقش كاس عالم اللي بعده لا ده اغلب الجيل ده من اللعابين يعني اثناء لعابة الاولمبي اللي بتلعب مع المنتخب الاول دلوقتي اغلابهم ممكن تبع اخر فرصة انك تلحق كاس عالم انت فاهم ازاي فدي برضو مهمة بالنسبة لمعظم اللعيبة ان انا عايز العب كاس عالم عايز النفسي لحتة تانية بنشوف اللعيبة في تاريخ مصر كلها عملت حاجات كتير بس ملعبتش مثلا كاس عالم بص بتوقع الجيل بتوقع كاس عالم مميزين ازاي لغاية النهاردة حقيقي فدي مهمة بالنسبة اللعيبة دي لازم اللعيبة تتحرق اللعيبة عايشة على كاس العالم على مشاركتهم في كمان نقطة هتدخلنا في موضوع محمد صلاح محمد صلاح احنا مش جايبين الفتوة بقى اللي احنا هنديله الكورة هو اللي يخلص يعني انت فاهم ازاي لازم خليني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحة وده رأي ناس كتير ناس كتير بتشوف انه محمد صلاح ليفربول غير محمد صلاح منتخب مصر هو طبعا حقيقة الفترة الاخيرة ما شاء الله طبعا فايق جدا 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 واتمنى انه حالة الفوان دي نشوفها بتترجم مع منتخب مصر لكن في ناس شايفة انه صلاح مع منتخب من اول كاس العالم وطبعا مشاركته في كاس العالم كان عنده اصابة عوية لاخره وقصرت لكن من ساعة كاس العالم غيرت النهاردة مش هو صلاح اللي بنشوفه مع ليفربول لان المعطيات مختلفة ليفربول كم واحد بيخدم على صلاح طريقة اللعبة نفسها الضغط العالي اللي بتعمل المساحات اللي بتتخلق لصلاح على انه يتفوق ويستفيدوا من امكانياته الحقيقية في السرعة والمروغة صلاح دايما بيفرغولي الحتة اللي هي الحتة اللي قدام مزلش الغالي اخر الدنيا يدفع الا في بعض المباريات انت هنا لا انت يما كان كوبر موجود كنا بنى الكورل الطويلة صلاحه صلاح يعاني يجري سبرينتات والواحده صلاح خطورته غير فيه الاهداف الحاجات البساطة البيانية الاسستات اللي بيلعبها للمهاجمين واخد بالك فده دي خطورة صلاح ازاي انت تهيأ له الجو وتساعده احنا كمان دلوقتي بنطالب وكلنا فرحانين بمستوى محمد صلاح وبنقول دلوقتي انه هو بقى مش في مصافة الثلاثة الاوائل ده يمكن اول واحد احسن لعب في العالم ازاي انت تساعده لان برضو من ضمن الحاجات انت كاسفدي ولا انت كلعيبة انا كلعيبة وكمنتخب وكل الناس تتضافر انها تطلع محمد صلاح انت عارف مشكلة ميسي اللي كانت موجودة ان ميسي مكسر الدنيا ببرشلونة انما مع متخب بلده ما قداش اي حاجة ودي كانت بتقلل شوية من النقط بتاعته لما بيجوا يحسبوا او يختاروا افضل لعب في العالم فاحنا لازم برضو نساعد محمد صلاح في الحتة دي ان احنا نهياله الجو اللي هو يخليه زي ما هم بيقولوا بالصلاح بتاع ليفربول زي صلاح بتاع المنتخب اقفل ملف من المنتخب بسؤال بسيط جدا وواضح جدا منتخب مصر قادر عموما يوصل كاسعلم شايفت التشكيلة دي والظروف المنتخب ان يقدر نوصل كاسعلم ولا لا خلينا كون متفائل ان شاء الله قادر بحتى بالظروف بوضع دلوقتي مجموعة اللعبة ان شاء الله مطمناني مع التغيير مع المدارب الجديد ان شاء الله بإذن الله قادر يعني احنا سألنا النهاردة سؤال الحلقة كان يعلاقة بالنحية لي من في منتخب مصر هل الجهاز بيمكن دي الناحية اللي ما تحسمتش لغاية دلوقتي اللي نعتمد فيها على خبرة لاعب زي احمد فتحي ولا نعتمد فيها على شباب وحيوية ومستوى مميز زي اكرم توفيق تعال نستعرض اجابات الجمهور ويهمني اسمع رأيي طبعا كابتن محمد حشيش طيب منارة عادل بتقول ممكن يبدأ باحمد فتحي وبعدين اكرم او العكس طيب يعني شايفة انه الموضوع 50-50 اتعاقع انه كارلوس كيريش يبدأ باحمد فتحي ولكن انا من وجهة نظر يبدأ باكرم توفيق هو الافضل في الفترة الاخيرة وشكرا انه كنت تقروا توقعاتي على قناة النادي الاهل طيب احمد فتحي هو انسب واحد ده عبدالله القولي اكرم توفيق الافضل ولكن المدرب ممكن يبدأ بفتحي لانه اكبر لعبين سنة واكتر خبرة لان كيريش معرفش امكانيات اللاعبين في الدوري واحتمالي يخلي اكرم توفيق على الدكة ده من احمد صلاح طبعا زي ما عمل مع شريف وافشة الرجول اكرم توفيق غريب عادلي اكرم توفيق ده اخر تعليق معنا على الاسئلة عشان نسمع رأيك طبعا شايف انه مطش زي ده يحتاج خبرة اكتر ولا محتاج حد يعني شباب حيوية يدي تسعين ديه بنفس المستقر انا يعني انا لو باختار اختار اللي بيلعب اللي بيلعب اكرم توفيق احمد فتحي طبعا خبراته عالية جدا وده ممكن تحتاجه لمبارات طبعا زي هناك يعني ايه مطش العودة اه مطش العودة ممكن ما يكونش محتاج للشق الهجومي شوية طيب هناخد جزء من اسئلة الجمهور لحضرتك فيما يتعلق بالمنتخب عشان ننقل بقى على صفحة الاهلي وعندنا كلام كتير نقوله نروح لمحمد هلالي بيقول ايه رأيك كابتن في استبعادة افشا عن المنتخب ومحمد شريف وهل المنتخب في غنى عن خدمتهم من وجهة نظر المدير الفني للمنتخب طبعا استحالة يكون في غنى عن خدمتهم طبعا دول لعيبة مؤسرة ولعيبة مش كمان موجودين في القوام كله ده في القوام اللازم موجودين في القوام الأساسي بتاع المنتخب بس وجهة النظر دي احنا محدش طلع يعني أقلنا عليها فكل واحد بيكتهد بس انا شايف ان هو ممكن يكون مثلا الله العالم يعني حتى لو الاجهاد بس في لعيبة معهم في نفس الفريق لا بنفس الظروف مثلا لو اللي هنكلم على لعيبة الاهلي ما هو نفس الظروف الاجهاد لو هنتكلم على الاجهاد فهي ملهاش تبرير نتكلم عليه بعد المطش يعني طيب نروح لسؤال تاني سؤال من سامح موافي بيسأل مسأخير كابتان حشيش التشكيل مناسب للمنتخب في مطش ليبيا انا طبعا الحراس المار مفاش خلاف الشناوي اكرم توفيق حجازي والوينش وممكن في ايمن اشرف ايمن اشرف نص الملعب ممكن يكون طرق حامد والسلية صلاح هتقعد النني اه صلاح رمضان صبحي مصطفى محمد صلاح رمضان صبحي مصطفى محمد اه وفي نص الملعب وفي نص الملعب طبعا عبدالله السعي عبدالله السعي طيب ده تشكيل امثل مراجعة نظرك لان هو الوحيد خليني انقل محددك بقى الاهلي بداياتا المطشين اللي ظهر فيهم الاهلي بسكواد المسم الجديد تقييمك لهم ايه من اللعيبة اللي لفتت نظرك شايف الكورة عموما بصرف نظر النتائج الكورة اللي قدمها النادي الاهلي كمقدمة للمسم الجديد ازاي طبعا المطش الاخير المستوى الاداء احسن شوية من طبعا مطش السوبر كلم على مطش امبي اه طبعا ظهر في بعض التدعمات زي ميكا سوني وبرغم انه برضه ما كانش يعني الاداء المطلوب اللي يظهر لعيب جديد داخل الفرقة انما احنا كلعيب الكورة او جمهور طبعا بيفهم في الكورة حاسين من لمساته انه هو يعني عنده مهارات تعالية عنده كورة وكمان عنده حتة دفاعية كويسة ان هو زي ما يقوله بلغة كورة بيقاوح وبيروح يضغط على الخصم وكده في ظل برضه الظروف ما كانتش مساعدة اوي فده طبعا من اللعيبة اللي طبعا ظهرت شوفنا ديانجي طبعا نجم المباراة طبعا عمل مجهود غير عادي وانا قناعاتي الشخصية ان ديانجي يتحطي في نص الملعب ومع حد تاني ده قناعاتي يعني ديانجي ما يطلعش من الملعب ما يطلعش من الملعب ويعني التجارب اثباتت الحتة دي في بعض اللعيبة الجديدة مثلا حسام حسن انا لسه ما شفتوش كويس ده من وجهة نظر المدافع محمد حشيش ولا من وجهة نظر حد بيقايم صفقة جديدة لا يعني انت طبعا نظرتك للمهاجمين يعني بتبع مختلفة طبعا طبعا حسام انا شفته طبعا في سموحة هدافه بيتحركه بيدوس في الكرة بصراحة الشوية اللي شفته فيهم يعني ما حستش انه هو نازل قرس على نفسه وانا من هنا بقول له حاجة وهو لعيب كويس قوي ولو ما كانتش لعيب كويس قوي ما كانش النادي الاهلي اختاره على فكرة طبعا انه هو مش شرط ان انا نكون بالعب في حتة اساسي اجي النادي الاهلي يلعب اساسي لان النادي الاهلي اللعيب بتاعته اللعيب على مستوى عالي وكل واحد في مركزه له وضعه فعشان ان انا احط رجلي في التشكيلة الاساسية لا لازم اتعب ومش عيب ان انا استنى على القط في البدايات انما اثبت لما انزل ان انا جدير بالمكان الكلام ده ممكن الكرة تبقى معنداني بس الضغط والزحلقة والحماس ده بتاعي انا مش بتاع الحظ فهو لازم احس منه ان هو يعني حسيت منه في المطش يعني عارف ازاي الكوار بيشير رجله بينزل مفيش جدية في التعامل مع الكوارات اللي جات له هو العيب كويس وزي ما قلت تاني لو ما كانش عيب كويس ما كانش النادي الاهلي جابه فلازم يعني الوضع في النادي الاهلي مختلف عن احد الثانية السنة دي ما فيش حد تضامن مركزه مليون في المية مليون في المية ولازم اللعيبة كلها تعرف كده ما عندناش استعداد كجمهور نادي الاهلي انه نخسر بطولات تاني عندنا مشوار كبير موسم مضغوط اكتر من السنة اللي فاتت كل واحد لازم هتجيلي فرصة وهيلعب بس الفكرة ان لما تجيلك الفرصة لازم تثبت نفسك ولازم تحرج المدرب ان هو ما اععدك ولازم تبقى طالما انت في قوام النادي الاهلي انك لازم اي وقت تنزل للملعب مفيش عصانة قاعد برا لا مش قاعد برا اعتقد بالظروف اللي الموسم هيواجهها او النادي هيواجهها كل الموسم الجديد كل اللعيبة هتلعب طيب انا عندي مقدمات اختلفت وبالتالي منتظر كجمهور نتائج مختلفة تمام احنا راضيين جدا عن الانجازات اللي اتحققت والبطولات اللي احنا حفوزنا بيها في اخر سنة لكن المقدمات اللي اختلفت السنة دي هي انه مستر موسماني خد تجربة تقريبا كاملة مع النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيلعبها طيب خد فرصة مناسبة جدا انه يقيم ويعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في قماشة الفريق اللي هو بيمرنه طبعا خد فرصة انه يتابع وبالتأكيد يختار كان ليه بالتأكيد سيف الأسماء والصفقات اللي عملها النادي الاهلي ولأول مرة منذ طوال المسئولية كان عنده مساحة من الوقت الفريق وهو وجهازه يشموا نفسهم ويبتدوا يفكروا يحضروا يرتبوا للجاية وبالتالي انا كجمهور مستني نتائج مختلفة ايه النتائج دي؟ وكابتن حشيش مستني ايه من مستر موسماني وفرقته مع النادي الاهلي في الموسم الجديد هيكون سؤالي لحضرتك بس بعد الفصل ماشي انا عن نفسي مستني موسم استثنائي ومشايف انه الاسماء الموجودة في فرقة النادي الاهلي تكسر الدنيا اتمنى ان شاء الله يكون عندنا الفرصة ان احنا القصة مش بس قصة القاب لان احنا شبعانين القاب ومتعودين والنادي الاهلي دايما وقف على منصة التتويج انا كمان عايز اشوف كرة ممتعة وعايز استمتع بالقماشة الحلوة وبالنجوم الملعارة التقيلة اللي موجودة في فرقة النادي الاهلي اذا ما كنت بكلم مع كابتن حشيش قبل الفصل انه في مقدمات اتغيرت وبالتالي منتظرين نتائج مختلفة ايه اللي منتظره كابتن محمد حشيش من فرقة الاهلي في الموسم الجديد؟ لا انا منتظر حاجات كتيرة طبعا البطولات دي مفروغ منها ان دايما بننتظر من النادي الاهلي بطولات انما كمان اداء يعني اداء ولعيبة جديدة تظهر ما كانش موجودة ولعيبة جاة من العارة على النادي تاني عملت مستويات كويسة بالعكس بقى تيجي تأدي اكتر كمان مسماني طبعا خد حقه تماما في وجوده مع النادي الاهلي وخد بطولات كتيرة المرة اللي فاتت اول ما جاء كنا بنقوله ان معزور ده جاي على دور قبل انهائي في افريقيا ولسه ما شافش اللعيبة فكنا منتظرين منه نتائج واحنا برضو قلقانين ومش منتظرين او اداء لان لسه ما يقدرش يحط شخصيته او يفرض اداءه على لعيبة النادي الاهلي في المدة الصغيرة بمرور الوقت تقريبا السنة اللي عدت دي تقريبا من شهر عشر شهر عشر قلاص بقى عارف كل حاجة وعارف امكانات اللعيبة وعارف اللعيبة في اكتر من مركز والسنة دي بالتحديد كان له اليد العليا في الاختيارات اللي جات النادي الاهلي يعني اكيد لجنة الكورة كان موجود اساسي بالنسبة له هو اختياراته عكس ما جاء لقى لعيبة مفروضة عليه هو اختار فعندك دلوقتي يعني بالمعنى العام كده مفيش عزار احنا متاظرين منك اداء كويس في لعيبة اختارها شخصيا زي لعيبة الافارقة هو عارفة وشافة مرانوا اشتغلوا معها قبل كده واشتغلوا معها قبل كده وعارفها كويس قوي فاحنا دلوقتي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي اه طبعا النتائج في المقام الاول بس الاداء ممكن الاداء يهرب منك ماتش ماتشين نتيجة الاصابات نتيجة النقص نتيجة الاجهاد انما الاساسي عندك ان يبقى اداء النادي الاهلي اللي تعودنا عليه الكرة الحلوة بتاعت النادي الاهلي ان الناس كانت بتجري على الشاشات وعلى الاستادات تتفرج على الاداء الحلوة على تاريخ النادي الاهلي كله على مر الاجيال فاحنا مستنين من مسلماني اداء كويس قوي لعيبة تتوظف اماكنها الصح نشوف اكتر من بديل في المكان الواحد عشان ما حصلش درب لان برضو قبل الفاصل انا قلت ان المسلم ده يبقى مضغوط كمان اكتر من اللي فات فلازم يبقى عامل حسابه على الحاجات دي عشان ما بقاش فيه اي شمعة او اي حجة ان شاء الله كمان اتحاد الكورة وعد وربطة الاندية وعدت ان ان شاء الله الفار هيبقى بشكل مختلف وكان مشكلة الفار الاخطاء اللي حصلت منه المسلم اللي فات ان هم ما تدربوش على الفار مدة كافية الحكام السنة دي لا ان شاء الله باذن الله يبقى فيه فار كويس وان شاء الله كل حاجة ما تزبطه قالها يا كابتا محمد القصة مش قصة فار بس بقدم هي كمان تقنيت بس ونقل تلفزيوني يعني لو دي ما تطورتش يعني لو ما شوف نشف الفار هيبقى زالم هو هيبقى زالم هو ففعلا فيه برضا عرفت ان فيه لينك مع طبعا التلفزيون ومع الكاميرات ومع التصوير عشان يساعد بحس ان احنا عايزين ننهض بكل حاجة بصراح عايزين نقدم رسم صورة عندنا صعبة شوية محتاجة 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 صرجة احمد على الماتشاط برا الدولة الانجليز تحس ان انت قاعد مع العيب جوا وليه دوري انجليزي طب ما احنا شوفنا نقل بتاع بطولة امم افريقيا اللي كانت عندنا هنا في مصر يعني شوفنا جود التصوير وشوفنا الصورة قد ايه ممتعة مش هنقول اشخاص احنا عندنا طبعا ناس مهرة جدا فيه وعندهم تقنيات عالية بس يمكن هي الاجهزة يعني عايزة تستحدث شوية نتمنى نتمنى وهكلمك عن دور ربطة الاندية اذا كنا عايزين نطلع بمستوى البطولة ككل تمام يعني براند الدوري المصري داي بقى براند زي ما تكلم نهاردة دوري انجليزي صحيح صحيح او بونز ليجا او كالتشو صحيح نفسي بقى فيه براند للدوري المصري طبعا ياخد المسابقة كلها مش للاندية للمسابقة في حد ذاتها تبقى هدف انها تتطور طيب ويقضل ثلاث لعبين في مباراة ام بي في الكاس على نشوف الجمهور اختار مين في المركز الاول باكتساح ومش جديدة عليهم قدم موسم ولا اروع الحقيقية بيمكن كابتن محمد حشيش اشاد بي من لحظات اليو جانج الحقيقية قدم واحدة من افضل مطشاطه مع النادي الاهلي وباكتساح وبفارق كبير جدا عن كل منافسي فاز بالمركز الاول في المركز التاني كان نجم المرحلة الاخيرة واحد من النجوم اللي اتمنى انه عودته تستمر ويظهر بشكله بامكانياته وقدراته الحقيقية في الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي يستحق انه يكون في التشكيلة الاساسية ويستحق انه يرجع لمنتخب مصر دي امكانياته دي قدراته كهرباء في المركز التالت كانت المنافسة الحقيقة بين وجهين جديدين رغم انهما ما يتحسموش على قيمة الاهلي في الموسم اللي لسه مازال مستمر لكن حقيقة المنافسة على المركز التالت كانت بين احمد عبدالقادر وميكي سوني وادر احمد عبدالقادر انه يحسمها لصالحه ويفوز بالمركز التالت اول ظهور لأحمد عبدالقادر في اخترارات جمهور النادي الاهلي كده نشوف مع حضراتكم ومع كابتن محمد حشيش جدوى للترتيب وصل لغاية فين في موسم ما زال مستمر معنا حتى اللحظة حتى الموسم مش عارف هيكمل ولا او الكاس هيتلاعب ولا لا او قصة فيها لعبك كتير جدا عليو زانج في المركز الاول برسيد تسعة وتلاتين نقطة وبيبتعد عن محمد مجدي افشا اللي الوقت فرصته الوحيدة انه يتعادل مع زانج انه الكاس يستمر وانه الاهلي يوصل مباراة نهاية وان شاء الله يتوق بيها عليو زانج في مركز اول برسيد تسعة وتلاتين نقطة محمد مجدي افشا في المركز الثاني برسيد تلاتة وتلاتين نقطة وراش الناوي برسيد واحد وتلاتين نقطة في المركز التالت ومعاه في نفس المركز محمد شريف المخيف اكرم توفيق مقدم واحد من افضل موسمه وجيه يمكن جيه متأخر بس جيه واحتلل المركز الخامس برسيد تلاتة وعشرين نقطة الشحات المركز السادس اتنين وعشرين نقطة بدر بنون ستاشر نقطة علي معلول ستاشر نقطة كهرباء بيتقدم وبيشارك معلول وبدر بنون في نفس المركز براسيد 16 نقطة بعد ما ضف لنفسه نقطتين في مباراة أمبيا الأخيرة بعد كده الترتيب على التوالي طهر محمد طهر أيمن أشرف السلية ياسر إبراهيم حمدي فتحي وليد سليمان وأجي نكمل جدوى للترتيب مع حضراتكم علي لطفي محمد هاني رامي ربيعة كوكا بيكم وولتر بوليا وأحمد عبدالقادر طبعا أحمد ما نقدرش نحسبه على الترتيب للموسم الأخير لأنه صفقة جديدة لكن طبعا الجمهور اداله نقطة في مباراة أمبيا الأخيرة وبالتالي دخل مع سكواد الأهلي في الموسم الأخير رأيك في الترتيب العام لجدول أفضل لعبين على مدار موسم مباراة مباراة وخطوة بخطوة دي اختيارات جمهور النادي الأهلي طبعا الترتيب منطقي جدا جدا وأنا بقول أنها تنحصر مع الأربعة الأوائل لأنه هم يمكن قريبين شوية من بعض يعني الرابع 31 والأول حاجة واربعين 39 30 أليو ديانج أليو ديانج فدي نسبة قريبة وهو فعلا لما تيجي تبص للمباراة كلها هتلاقي فعلا الناس دي كان مستوها ثابت في أغلب المباراة يعني يمكن الشحات فقد الترتيب وننزل شوية في المراكز لأنه ماتش كويس قوي وماتش مجاش ماتشين كويس يعني إنما الأربعة الأوائل مثلا الشناوي ديانج أفشا أكرم أو شريف وبعدهم طبعا أكرم كانوا غالبية المباراة أولا كم كبير من مباراة اشتراك نسبة مشاركة كبيرة السبات في المستوى يمكن هو ده اللي وصلهم للمراكز الأربعة الأولى صحيح مين اللي بترعنا عليه في تشكيلة الأهلي المسلم الجديد؟ مين اللعب اللي كابتن محمد حشيش مستنيه؟ والله يا عمار أنا شايف من اللعبة الكويسة قوي وعنده ميزة قوية عمري ما شفته في المباراة سواء في الأهلي أو برا بلعب تراكي عنده يعني روح قوية جدا روح قتالية كبيرة جدا بيموت نفسه على الكورة عنده فنيات سريعة علاقته البدانية كويسة أتمنى يبقى له وجود في المرعب إن شاء الله سريعا جدا يهم ناخد رأيك فيه مستجد جديد على المسابقات المصرية وهي رابطة الأندية في أول مواسمها صحيح عندها إشكاليات كتيرة جدا مشاكل حصلت السنة اللي فاتت وكانت فيه منطقة الوضوح عليها أنها تعالجها عندها ظروف صعبة بتواجهها سواء على مستوى مشاركات الأندية والمتخبات السنة الموسم اللي جاي ده لكن في النهاية أنت بالتأكيد فيه سقف توقعات أو سقف مطالبات تتمنى أنه الرابطة تنجح في تحقيقها شوف الرابطة دي طبعا اتأخرت كتير قوي على بال ما تعملت كان المفروض أن احنا يعني بلد زي مصر دي من يعني رائدة كورة في إفريقيا يعني فكان المفروض الرابطة دي تعمل من أكتر من سنة فاتت إنما إحنا بنتمنى لهم طبعا التوفيق خلال الفترة الجاية الناس ما تتوقعش برضو أن الموضوع يكون 100% في البداية متفقين بس في حدود دونيا بس طبعا في حدود نتمنى منهم ودي حاجة أهم جدوى المسابقة منتظم عدالة في التحكيم لأن التحكيم برضو هيبقى تابع الرابطة العقوبات هي رجلة الحكام تابعة للتحاد الكورة لكن هيتم التنسيق مع ربطة الاندية لأنها على اتصال مباشر من خلال طبعا المباريات عدالة في التحكيم الأهم من ده كمان قرارات حاسمة وكلها متساوية بالنسبة لجميع الاندية ونتمنى منهم بقى يعني يخفوه شوية حتة التأجيلات لأن كل المباراة معروف موعدها والأجدادات معروف موعدها دي أسهل حاجة ممكن تتعلم في الدنيا بس هي ما بتحصدش يا كابتن محمد بس على فكرة دي من أساس اختصاصاتهم اللي هي جدول منتظم بعيد عن التأجيلات إيه مشكلته وأنا مش فاهم صراحة أتمنى يظهر في الموسم الجديد وباتهيالي هيبقى واحد من النجاحات اللي تحسب لربطة الاندية بشكر كابتن محمد حشيش على وجوده معنا النهاردة وبشكر حضراتكم مع المتابعة بكرة حلقة السادسة اللي تعاوتوا عليها كل يوم أربع حلقة الكرة العالمية بشكر حضراتكم على متابعتنا ونتقبل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد تحياتي لحضراتكم